موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في دروس تربية الإسلامية للمستوى السادس ابتدائي في مكون الآداب الإسلامية والحديث نبو الشريف وموضوع درسنا اليوم هو أدب الحديث والكلام الطيب واجتناب الفضول وكما تلاحظون سنقوم إن شاء الله بدمج درسين في حصة واحدة عكس ما هو لديكم في كتب التربية الإسلامية إذن على بركة الله ننطلق ونحدد أولا في البداية أهداف هذه الحصة فالهدف الأول إن شاء الله هو تعرف أدب الحديث والكلام الطيب والهدف الثاني هو تعويد اللسان الكلام الطيب والهدف الثالث هو تعرف المعنى الحقيقي للفضول وعواقبه الدينية والاجتماعية أما الهدف الرابع والأخير فهو الشناب الفضول في الأقوال والأفعال بالنسبة للموضوع الأول أي موضوع أدب الحديث والكلام الطيب فكما تعلمون فالكلام هو خاصية ميز بها الله الإنسان عن باقي المخلوقات الأخرى وعظم قدرها وذكرها في كتابه العزيز وذلك في معرض امتنانه وإنعامه على عباده إذ يقول في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أي علمه الكلام وقوله أيضا في سورة الروم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم اختلاف ألسنتكم أي اختلاف لغاتكم والكلام الذي نتلفظ به يعتبر في شرعنا الإسلامي مسؤولية كبيرة لها تبعات وآثار مهمة في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقد أكدت هذه المسؤولية العظيمة الكثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وهو ما سنعرض له كالآتي قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سورة قاف آية رقم 18 وقال أيضا في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشرة خبيثة اجتتت من فوق الأرض ما لها من القرار بالإضافة إلى حديث نبوي شريف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسمت رواه البخاري إذن بعد أن قدمنا هذه المنصوص المؤثرة لهذا الموضوع ننتقل الآن إلى تعرف تعرف معاني الآيتين السابقتين والحديث النبوي الشريف نبدأ أولا بالآية الأولى ما يلفظ من قول فمعناها ما ينطق به الإنسان من قول أو كلام سواء كان خيرا أو شرا فلديه رقيب ما يلفظ من قول لديه رقيب معنى رقيب أي مراقب من الملائكة الكرام يكتب ويسجل كل ما يلفظ بالإنسان وعتيد معناها أي معد حاضر ومهيئ للعرض أما قوله كلمة طيبة فمعناها كلمة التوحيد والإسلام تؤتي أكلها أي تعطي ثمرها الذي يؤكل في كل وقت وحين أما كلمة الخبيثة فهي كلمة الكفر والضلال وكلمة اجتثت معناها أي اقتلعت ليس لها من قرار أي لا أصل لها ولا ثبات واليوم الآخر معناه يوم القيامة فليقول خيرا في الحديث النبو الشريف معناه أي كلاما طيبا أو ليصمت أي يصمت أي يسكت وليصن لسانه عن كل كلام لا يليق بعد هذا الوقفة عند معاني الآياتين السابقة والحديث النبو الشريف ننتقل الآن إلى تعرف وبناء قيم هذا الدرس المتعلق بأدب الحديث والكلام الطيب في البداية نشير إلى أن الكلام هو مسؤولية دينية كما سبقنا وأشرنا إلى ذلك في المقدمة فالكلام مسؤولية دينية أي أن الإنسان مسؤول شرعا عن كل ما يتلفظ به فإن كان خيرا فخير الله وإن كان شرا فإنه سيحاسب عليه يوم القيامة قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينة إن الشيطان ينزغ بينهم أي يقع الشر بينهم والمخاصمة والمقاسلة إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينة سورة الإسراء وقال تعالى أيضا إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه فالكلام الطيب يصعد إلى الله عز وجل ونعني بالكلام الطيب كل كلام فيه ذكر لله عز وجل أو فيه دعاء أو فيه تلاوة للقرآن الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقه الكلمة الطيبة صدقه فالكلام الطيب إذن والقول الحسن أمر مرغوب فيه شرعا والكلام القبيح أمر منبوذ ومرفوض الآن ننتقل للحديث عن الآثار الإيجابية للكلام الطيب بعد أن تعرفنا معنا الكلام الطيب ومزاياه والأحاديث والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحدثت عن هذا الموضوع ننتقل الآن إلى الحديث عن الآثار الإيجابية للكلام الطيب نذكر منها أولا تهذيب الطبع والخلق فالكلام الطيب بطبيعة الحال والكلام الحسن يهذب من طبع الإنسان المؤمن ويحسن من خلقه من الآثار الإيجابية كذلك كسب محبة الناس فالإنسان الذي يكون كلامه طيبا وحسنا فإنه يكسب بطبيعة الحال محبة الجميع أي محبة الناس محبة أصدقائه محبة جيرانه محبة أهله وأهله وزملائه وبالتالي يكسب احترامهم وحبهم من الآثار الإيجابية للكلام الطيب أيضا ربط صلاة جديدة مع الناس فالإنسان ذائما الذي كلامه طيب وحسن يحب الناس فيودون ربط صلاة وعلاقة معه بطبيعة الحال الآن ننتقل إلى الحديث عن الآثار السلبية لكلام القبيح عكس الكلام الطيب من الآثار السلبية لكلام القبيح أولا نذكر إثارة العداوة فالكلام القبيح لا يجلب وراءه إلا العداوة والخصام ولا يجلب إلا كل شر من الآثار السلبية كذلك قطع الصيلات عكس كلام طيب فالكلام القبيح يقطع صيلات أو صيلات بين صاحبي هذا الكلام بتبع الحال وكل من له علاقة بهم من أصدقاء أو عائلة أو جيران إلى آخرين ومن الآثار السلبية الكلام القبيح كذلك سخط وكره الناس نعم سخط وكره الناس فالذي كلامه قبيح يقف منه الناس موقفا حذرا يسخطون عليه ويكرهون ويكرهون مرافقته وتعامل معه الآن ننتقل الحديث عن آداب الحديث في الإسلام أي آداب الحديث في الإسلام ونذكر منه أولا الكلام الجميل من آداب الحديث في الإسلام الكلام الجميل والقول الحسن مع طلاقة الوجه عند اللقاء الإنسان يتكلم كلاما جميلا وينبغي أن يكون قوله حسنا عندما يلتقي بزملائه أو جيرانه أو أهله مع طلاقة وجهه عند ملاقاتهم لأن الابتسام في وجه المؤمن يعتبر يعتبر كذلك صدقة من آداب الحديث في الإسلام كذلك نعم في نفس الموضوع دائما أي نفس الفكرة فكرة الكلام الجميل والقول حسن أذكر هنا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أي الإنسان لا ينبغي أن يقلل من شأن المعروف أو من شأن أعمالي في الحياة الدنيا فابتسامة في وجه المؤمن كما سبق وقلت يعتبر صدقة فأن تلقى أخاك بوجه طليق فهو معروف في الإسلام هذا شيء مهم في الإسلام يجزع الإنسان على فعله ننتقل دائما في الحديث دائما عن أداب الحديث في الإسلام من أداب الحديث كذلك إضاحة الكلام المخاطب ومعنى إضاحة الكلام المخاطب الإنسان حينما يتكلم ينبغي أن يكون كلامه واضحا عن أنسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قومين فسلم عليهم سلم ثلاث روه البخاري إذن فتكرروا الكلام والسلام الذي يهمون هنا والكلام فتكرروا الكلام عند خشية عدم الفهم أو السماع أمر المستحب في الإسلام إنسان ينبغي أن يكرر كلامه حينما يكون يتكلم مع الآخرين خشية من عدم فهمه من قبلهم إذن فينبغي عليه أن يكرر كلامه عند خشية عدم الفهم كما ينبغي للمتحدث أن يفهم السامعين حديثه حتى لا يخفى عليه بعضه أو يفهم ضده أو عكسه من آداب الحديث كذلك في الإسلام إصغاء الجاليس لحديث جاليسه ينبغي المتكلم أو للجاليس الذي ينصد أن يصغيع لحديثه جاليسه وهذا يعتبر من آداب الحديث في الإسلام من آداب الحديث كذلك الإيجاز في الكلام إنسان حين يتكلم ينبغي أن يكون كلامه مختصرا لأن خير الكلام كما يقال ما قل ودل خامسا من آداب الحديث كذلك اجتناب الجدال أثناء الحديث اجتناب الجدال والنقاش والمجادلة التي قد تؤدي أو قد تؤدي إلى مخاصمة أو ما شابه إذن ينبغي اجتناب الجدال أثناء الحديث سادسا اجتناب الكلام أي من آداب الحديث كذلك اجتناب الكلام الذي ليس فيه مصلحة دينية ولا دنيوية الكلام الذي ليست فيه أي مصلحة لا دينية ولا دنيوية ينبغي اجتنابه وتركه الآن ننتقل إلى الموضوع الثاني في هذه الحصة ويتعلق بالشناب الفضول فعنها به هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي من الأشياء التي يحسن بها إسلام المرء وترفع بها درجاته يوم القيامة تركه واجتنابه ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال والتصرف المحرمة والمكروهة أي اجتنابه الفضول والفضول سلوك مذبوم اجتماعيا ودينيا وقد حث الإسلام على حفظ اللسان عن اللغوة وفضول الكلام يقال في مأثور الكلام إذا تم العقل نقص الكلام وإن المسلم الواي ليحمله عقله ويدفعه إيمانه إلى عدم التدخل في الشؤون الخاصة للغير إلا بما يرضي الله عن الحسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه وعن أم حبيب زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله وللفضول والترترة مساوئ آفات كثيرة لا بد من الحزم والرشاد لاجتنابها وذلك عن طريق حفظ اللسان عن كل ما لا ينفع ولا يفيد في أمور الدنيا في أمور الدنيا والدين بطبيعة الحال وبهذا وصل رسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كف عليك هذا وأشار إلى لسانه فقال معاذ يا رسول الله وإن لم أخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار إلا حصائد أسنتهم نصل الآن إلى الخلاصات التالية حول هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه وهو الشيناب الفضول فالفضول إذن هو اشتغال بما ليس فيه فائدة دينية أو دنيوية هذه الخلاصة الأولى الخلاصة الثانية هي أن المسلم يتجنب الفضول المسلم ينبغي عليه أن يتجنب الفضول وأن لا يتدخل فيما لا يعنيه الخلاصة الثالثة ترك الفضول يزيد من إسلام المرأة فمن مصلحة المسلم أن يترك الفضول لأنه يزيد من إسلامه ويكسبه احترام الناس من حق غيري كذلك علي أن لا أتدخل في أموري الخاصة هذه خلاصة رابعة نصل الآن بعد أن تحدثنا عن القيم المتعلقة بكل من آذاب الحديث والكلام الطيب وعن اجتناب الفضول نصل الآن إلى مرحلة التقويم أي تقويم تعلمات السابقة إذن عزاء التلاميذ عزة المداز ما المقصود برأيكم بقول الخير في الحديث النبوي الشريف ما المقصود بقول الخير في الحديث النبوي الشريف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو يصمت فما مع النبوي يقول خيرا أي ما المقصود بخيرا؟ نعم المقصود هو الكلام الطيب بالفعل الآن صنفوا معي السلوكات الآتية إلى ما هو مرغوب فيه وما هو مذموم إذن لدينا السلوك الأول التحدث إلى الناس بصوت مسموع وواضح السلوك الثاني حسن الإصغاء إلى من يحدثني السلوك الثالث منادات صديق بلقبه دون اسمه الحقيقي ثم عدم مقاطعة من يتكلم حتى ينهي كلامه ثم الإطالة في الحديث إذن سنحاول أو حاول معي أن تصنفوا السلوكات الآتية إلى ما هو مرغوب وإلى ما هو مذموم إذن نبدأ بالسلوك الأول بالفعل التحدث إلى الناس بصوت مسموع وواضح ما هو حكمه بالفعل إنه سلوك مرغوب فيه الآن السلوك الثاني حسن الإصغاء إلى من يحدثني بالفعل فهو كذلك سلوك مرغوب فيه لأن حسن الإصغاء من آداب الحديث كما سبق وأشرنا إلى ذلك منادت صديق بلقبه دون اسمه الحقيقي نعم هذا السلوك المذموم لا ينبغي أن ننادي على الأصدقاء أو أصدقائنا إلا بأسمائهم الحقيقية فالألقاب أشياء مذمومة وغير مرغوبة في الإسلام السلوك الموالي عدم مقاطعة من يتكلم حتى ينهي كلامه بالفعل إنه سلوك مرغوب فيه لأن هذا من آداب الحديث في الإسلام ينبغي أن نعطيه فرصة لمن يتكلم حتى ينهي كلامه وأن لا نقاطعه نعم الآن الإطالة في الحديث نعم سلوك مذموم لأنه كما قلنا خير الكلام ما قل ودل وينبغي دائما الإختصار في الحديث إذن بهذا أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحصة أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم وإلى اللقاء بكم في حصة مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته